السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير اليوم ان شاء الله يكون الفيديو عبارة عن كافية التحدث مع الاتسي الارترافك كنترول طبعا اول حاجة عندي اتعرف وضع التشغيل العادي الانجين شات داون تاني حاجة بنجبك على الشبكة الايفاو اللي هي المنظمة الدولية اللي تراني التشبيهي نرفع الفلايت بلان اللي هو المطار الاقلاع مطار الهبوط والروت وتكون كل البيانات صح بعد كده بنشوف طبعا بيكون معانا ورقة وقلم بنسجل كل كلمة بيقولها الاتسي عشان نرجع بين ايد الكلام دا تاني عشان الاتسي يتأكد ان كل معلومة وصلتنا صح بعدين بنشوف الويب اي ونشوف مين اولاين كان جراوند ولا كنترول ولا بروتش او طور بعدين بنحط الفريقونسي اللي هو الاتسي الالاين ونبدأ نتكلم مع الاتسي طبعا لما ابدأ اتكلم مع الاتسي اول حاجة بريبورت ان انا الكل ساين والبوزشة اللي نواقف فيه بعدين الكليرانس اللي لحلة بتاعتي تابعوا معايا ونشوف هنبدأ اعملها زي جدا كنترول السلام عليكم زي السعودية 1037 اترياد ايربورت جيت برافو 6 ريدي فور اتسي كليرانس جدا ايربورت ان شاء الله سعودية 1037 جدا عليكم السلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بدأت faktور ابترض الريطان اشترك الهوصف ابدأ اضبط الفمسي والمسي بي و ابدأ البوشباك بعد كده طبعا لما شوحد كلير نصل بالبوشباك بكلم الاتسي بقول له انا نريدي فرو بوشباك اند ستارت اللي هو البوشباك والستارت الانجين طبعا بيقول لي بوشباك اند ستارت حسب ما قال لي ابروفد فيقول لي مثلا فاسينج ونورس فاسينج ساوة حسب الاتجاه الراوين اهلا بكم على مدن طائرة السعودية من اجل سلامتكم وراحتكم تقتدي قوانين الهيئة العامة للطيران المدني التقيد بالاشارات المضاءة والاعلانات الملسقة وتوجيهات الملاحين والانتباه لعرض تعليمات السلامة التالية يرجى تأكد من وضع الامتع اليدوية في الادراج العلوية او تحتر مقعد الذي امامكم مع اتخاذ الحيط والحذر عند فتح الادراج تفاديا لسقوط الامتع يمنع وضع الحقائب عند مخارج الطوارئ او في الممرات يمنع وضع الحقائب عند مخارج الطوارئ او في الممرات لسلامتكم يونع استخدام اجهزة الهاتف الجوار امامك شيئا تاكسي بارد تسكريشن توجد شهر 2-5-6-6-6-6-6-6-6-6 Oil Pressure مستعد داخل جيران اترىه مهم نعم لا 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 ترك جميع الأغراض الشخصية التواجه إلى أقرب المخارج ثم استخدام المخارج توجد سترة نجات في كيس تحت نقعدك أو إلى جانبه عند صنور التعليمات إلمس السترة من جهة الرمس أربط الحزام حول الخصر ثم شده حتى يكون محكماً عند المخرج انفخ السترة وذلك بصحب الشريطين إلى الأسفل أو بالنفخ في الأنبيب العليا ثم اتبع تعليمات الملاحين هؤلاء thanjied لمزيد من المعلومات يمكنكم الإطلاع على بطاقة السلام الموجودة في جاب المقعد الذي أنمكم عند الجماسكم في أحد صفوف المجائر وقت رجل الطريق إلى تواجه عليكم لرأد الحليمات المتواجه ترغيل إذا تأكمل أدوه وركض المساعدة لممكنكم استدعاء خطواه م minerals developed by gro luck طبعاً ميجينات مرتبطة طبعاً ميجينات مرتبطة ودعوة مرتبطة لفتاكي بارساً ونطاكي بارساً وإنكار ونطاكي بارساً فلابساً فلابساً السعودية تتمنى لكم رحلة ممتعة مرحباً 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 أفضل وغير 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 موظفة تأذى المنزلة من المنزل المنزل تتواجه المنزل قدمة تقديم مكتب تقديم التقديم بالتقديم تقديم تقديم التقديم للتقديم سعديا 1037 خاطر الأشراب هل الارض رريطان هذه الع시고 تبقى burst اين روح اشتركوا في القناة تحرم الشارت تحرم 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 اخر تحرك وي.. خلاص انعاندي للشارت للتكس وانا اريد اعرف هاتف عمشيه الرنوي.. الماصر اللي لنكلى الرنوي اطفض از الكليرانس المترجمات لكي تتكبر مباشرة في المنزل وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره إن شاء الله فيه السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال سابعة 1027 بعد 5000 محق من الوضع سابعة 1027 بعد 5000 محق للأقلاء كلير فلتكوف رنوى 1-5L and after passing 5,000 feet direct to Dorma Saadiya 1-0-3-7 حاليا نخطي كليرانس فلتكوف رنوى 1-5L وقال لي after passing 5,000 feet direct to the next point لدرما حين ان شغل الرافك نشغل الرافك نشغل الساعة نشغل السربلات نشغل التكاز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر جيره 400ft speed check flaps one climb افترتيكم طبعا خلاص نوري هلالتوتوت بتاعنا خلاص زباطنا على 340 وتبدأ ترى 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 عندما ترى 340 ان شاء الله سوف نكمل في مرحلة الديسة